نبدأ الآن في مناقشة أحد الاتجاهات المهمة في تدريس قواعد النحو العربي وهو الاتجاه المعروف بتدريس النحو الوظيفي. لكي نفهم المقصود بالنحو الوظيفي فإننا نتناول النقاط التالية. تعريف النحو الوظيفي، كيفية تدريس النحو الوظيفي، كيفية اختيار موضوعات النحو الوظيفي. فيما يتعلق بتعريف النحو الوظيفي فإن مصطلح النحو الوظيفي من المصطلحات شائعة لاستخدام في تدريس اللعب العربية. هذا المصطلح يشير إلى مجموعة القواعد النحوية التي تؤدي الوظيفة الأساسية للنحو وهي ضبط الكلمات ونظام تأليف الجمل. أي أن النحو الوظيفي هي القواعد التي يجب أن يتعلمها الدارس حتى يسلم لسانه من اللحن في أثناء النطق ويسلم قلمه من الخطأ عند الكتاب. يمكنك أن تعرف النحو الوظيفي من خلال ما قلته الآن بأنه محاولة لإكساب المتعلمين مهارات القواعد النحوية الضرورية التي تساعدهم على إتقان استخدام اللغة في مهاراتها المختلفة. الاستماع والمحادثة والقراءة والكتاب. في ضوء هذا المفهوم يمكن القول أن النحو الوظيفي هو الموضوعات المستعملة في لغة التلاميذ تحدثا وكتابة بحيث تستخدم استخداما سليما في الإعراب والتركيم والربط ليبرز المعنى واضحا ومفهوما. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية في النحو الوظيفي وهي أهمية تدريس النحو الوظيفي. أهمية تدريس النحو الوظيفي تأتي من كوننا نقتصر فقط على هذا القدر من القواعد النحوية التي تضبط لغة التلميذ وتوجه طريقته في التعبير عن نفسه في مواقف التحدث والكتاب. إذن لا نعطيه موضوعات نحوية زائدة أو متخصصة أو تفريعات أو مصطلحات لا لزومة له نحن نكتفي فقط بتلك الموضوعات التي تساعده في استخدام اللغة بشكل صحيح. ولذلك عند اختيار موضوعات النحو الوظيفي يجب أن ننطلق دائما من خبرات المتعلمين في استخدام اللغة وأن نعطي المتعلمين الفرصة لتوظيف القواعد النحوية التي يدرسونها في تعبيرهم الشفوي والمكتوب. مع التركيز على ممارسة السلوك اللغوي الصحيح المراد تعليمه للطلاب. أيضا لا بد أن نركز على عرض مواقف لغوية لاستعمال القاعدة والتدريب عليها مع علاج المشكلات التي يقع فيها التلاميذ عند استخدام قواعد النحو المختلف.